السلام عليكم أخوتي و أخواتاتين أتمنىكم تكونوا باخر وعلى خير أنتم تشوفوا الحلقة اليوم في هذه الحلقة اخترت لكم واحد القضية مميزة واحد القضية اللي أنا متأكدة ما تكونوا شفتوها حتى شي بلاسة ببساطة لأنها جديدة ولأنها مختلفة القضية تروج لها في بزاف ديال الصحف والمنابر إعلامية على أنها واحد النموذج واضح لتضارب قوى الخير وقوى الشر واش فعلا هاد شي اللي كين أو لكين شي حاجة أعمق من ذاك شي اللي كيبان في الصحف اللي غارقة وخامجة ودخل التحت والله ببحده اللي يعلم بيها ما غاديش نكتر عليكم في الفلسفة خليكم معي حتى الأخير دالفيديو غادي ناخدكم واحدة السلسل تاريخي في الحكاية داليوم يعني ما غاديش نديرو فلاشباك في زمن من الأزمينة في ولاية ماساتشوسيت الأمريكية وبالضبط في مدينة بوستن كان واحد البروفيسور العظيم كيقري في جامعة هارفورد العالمية ومن لا يعرفها وكان عنده واحد الوليد لإسم دياله توماس بورتشارد هاد الأب جاتوا واحد الخدماء في فيرجينيا وتحول ودى معه الولد دياله اللي تقريبا كبر في بوستن من بعد من مشاول في فيرجينيا والولد تخرج من الثانوي ولت عنده اهتمامات أنه بغي يكون طبيب طبعا من أين داك الشبل من داك الأسد كيما غيكون بواحدة الولد بارك الله ما شاء الله غيكون عنده واحد لكاريغة اللي واعر دخل فعلا يقرأ الطيب وفي الأعوام ديالته الأولى في الممارسة أو التعلم ديال مهنة الطب بدك يكتشف أنه عنده ميول كبير بزاف بالطب ديال الأطفال وبشكل خاص الطب النفسي المهم سيد كمل في الرغبة دياله والحلم دياله وفعلا ولا واحد من السيكايترس اللي معروفين في فيرجينيا وبحكم أنه من الهواية دياله هو السحر خفت ليده داك شي كان كي يعاونوا هاد الشي على أنه يتعامل معاملة مميزة مع الوليدات وهو كيقلس معهم كيعالجهم أو كيشوف اشنو بيهم كيخرجوا ديما من عنده الوليدات هم مناشطين وفرحانين وعجبهم الحال في حالات بزاف هاد الوليدات اللي تيكونوا عندهم ضرابات نفسية او لا عندهم صدامات او لا عندهم اكتئاب او لا او لا او لا را كيكونوا عندهم ظروف شوية صعيبة في الدار فكان هاد طبيب اللي اللي يعمرها دار كل شي كيقولها في رزوينة كي يعاونهم بعض المرات اللي لمقدروش الأمهات ديالهم يشريوا ليهم الدواء كان هو كيدير لهم غير لا فيزيته الدواء كيشريه ليهم هو من عنده او لا كيعطي المواتهم بشيشريوه واكتر من ذلك مني كتبالي شي وحدة اللي مطلقة او لوالده ولد زعما بدون اب ولا شي حاجة وما عندهاش معيل كان يقدر يقول لها عاودي عايطيليا باش تواصل معاه ويعاودي عاونها من بعد مطل شي بالضرورة حتى تجيب ولدها عنده فهاد سيد توماس كان معروف عليه السخاء دياله ماشي طمعا في الأمهات بالعكس ما عمره جمعاته ولا مرة شي علاقة جسدية ولا غيرها مع شي أم من أمهات الأطفال كان هو بقلبه الكبير بالحب دياله لوليدات كي يدير ذاك شي من نفسه بغي يعطيه يعطيه الله الفلوس مستك عليه علاش لله حتى الهنا ام زيان هاد السيد هاد راه كبر في العمار بقى غادي 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 ان هاد الشي اللي كان هضرو عليه تقريبا انه غادي يكون في تسعة و سسسين سانة مع التقدم في العمار توماس بدات كتبان عنده بعض المشاكل بسيطة في الداكرة بسبب واحد المرض اللي معروف للاسم دياله دامانشا الناس غادي يكونوا يعرفوه ماشي يفقد الداكرة بشكل كلي ولكن بدهو مرة مرة كيمشو ليش نوتات مثلا يقدر ينسى المود باس دياله ديال البنكا يقدر احيانا ينسى الأسامي يعني ماشي بحدة كبيرة ولكن كان خاصه ضروري يكون كيهز معاه واحد الكتيب بسيط في الجيب دياله مع الوراق دياله فيه اللي مدبس لي كيحتاجون بزاف أسامي ديالشي حويج العناوين ديالشي بليس لي كيحتاجون بزاف فبعض المرات مني كان كيتعطر عليه انه يتفكر كي يجبض ذاك الكتاب دياله وكيشوف ولكن كان باقي كيزاوي المهنة دياله بشكل عادي هاد السيد اللي كان هضرو عليه ممزوش ومعندوش الوليدات ولكن كان داخل في علاقة طويلة المدى مع واحد السيدة اللي الاسم ديالها جوري وحد النهار من النهارات جوري ما بها ما عليها قررات انها تقلب لي التليفون دياله فباليها انه كيصيفت شي فلوس لشي وحده هي متعودة على هذا الشي دائما مني تعرفت عليه مني كان صغير وهو كيعطي الفلوس لعيالات اللي ما عنده مش رجال او لا فقيرين او لا او لا او لا او لا تساعدك السيدة اللي كمشي ولها الفلوس يعني في العوض ما كييعاون عيالات مختلفين فياوقعات مختلفة بداتك تلاحظ انه كيعاون نفس السيدة دائما كل مرة 100$ 200-300 الى اخرى مميات دولار او لا او لا وهي هاد السيدة وعلاش كيعونها غيرية بوحدة وقطعة على الاخرين وعلاش المبالغ الفلوس اللي كيعطيها بدوغانينو كيتزادو 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 واش سيد نسأ ولا اهتر ولا شنو بتضبط كما حطيتكم في الخلفية ديال توماس غنحطكم في الخلفية ديال كيلسي تيرنر اللي هي بنت اللي كانت كتاخد من عنده الفلوس كيلسي واحد البنت اللي عندها خمسة وعشرين عام في النظرة العامة لها إلا جينا نشوفوا مثلا انستجرام ديالها ولا شنو كتدير وشكون هي غلقوا بأنها وحد شخصية اللي جذابة بزاف كتهتم بالمظهر ديالها كتهتم بشكون هم الناس اللي كتخرج معاهم مهووسة بعالم الموضة عيشة في كاليفورنيا مقر ديال الفاشن والموضة لأنها كانت دائما كتحاول تقلب على شي زنيقة من ينتزبق وتولي واحدة من الموضلز اللي معروفين ومشهورين وتحقق الحلم ديالها كتحماق على أنها دائما تكون كتبانها تصاور لعطايا لسواغي تصير في أماكن اللي غاليين وكتحلم أن الجمال ديالها وشكل ديالها يكون هوتيكيتا اللي غادي يدخلها العالم الشهرة بحكم العلاقات ديالها مع ناس وحدين أخرين والرجال والعيالات والمشاهير والناس من مجالات مختلفين كي ينصي تعلمات على الأقل إلى الجمال ديالي ما جاب ليهاش الشهرة يجيب ليه الفلوس باش نعيش وهذاك الأسلوب كانت كتستخدمه مع عشي رجال باش تزيدهم يشريوا لها الحوايج يخلصوا عليها الكنسوماتون في السهارات اللي كتمشي ليهم تقريبا يوميا يخلصوا عليها السيكان والإزاكسسواغ والخارجات وذلك الشيء المهم ما راكم فهمتوا النوع ديال الحياة اللي كانت بغى تعيشه واللي كانت كتحاول تخشي قنفتها فيه فيه مما كتح لها الفرصة الحقيقة هي أنه من مورا دو كتصاور ديالإنستجرام اللي كتبن فيهم عيشة الحياة بالطول العرض كيالسي واحد الأم اللي كتتعذب عيشة واحد الحياة اللي كما كنقولو مخنوقة لأنه ما عندهاش مدخول مخداماش عندهاش جوج للولاد كتحاول أنها تلصق في شي فرصة قبل ما يفوت بها التران لأنه في عمرها خمسة وعشرين وانتو معارفين في العالم ديال الموضة بالطب وإلا بغيتي تكوني عارضة أزياء مشهورك يخصك تكوني صغيرة خاص يكونوا عندك مقويمات فكانت كتحاول من هنا ومن هنا وتلمق من هنا ولكن في الحقيقة قاعدوك الفلوس اللي كتصورهم ولكتشكرهم كتخسرهم غيف الكساوي ديالها بشتبن دي من في الإنستجرام على أساس أنها رعارضة وركدة وركدة تتعامل مع ماركة تعلق وهي ما عمرها خدمات لمع ماركة ولا جوج ومع ذلك هاد شي كامل ما خلاهاش تمشي تكون جدية وتقلب على خدمة حتى يجي داك شي اللي كتحلم به لا لقات كتحاول كتحاول حتى واحد النهار في 2016 كتطيح على بابة توامس توامس كي كونتاكتها دبا هاد المعلومة اللي لأسف ملقيتش كيفاش كونتاكتها واش هو اللي هدار معاها في تليفون أو لدخل عندها الإنستجرام أو لجابت عنده لادها السبيطار وبقتل على قبيناتهم ما قدرتش نتحقق من هذا المعلومة المهم أنهم تبداوي هادروا أو هي كتقول لي كتشكي علي وذك شي فهو كيعاونها كم العادة كم مع العيالات كاملين وأنا قلت مع راسي بما أنه هو عاونها هو ماشي من النوع اللي كيضلي يضوز في الإنستجرام وذك شي فغالباً غتكون تعرفات عليه في السبيطار في نجات عنده جابت لي ولادها المهم كيلسي ماشي بحل العيالات الأخرين اللي غادي تعاونها وغادي تدور تسعين عاونها المرة الأولى بمية دولار قلت لي اللي خاصة تخلص شي حاجة لولدها ولا شي حاجة بحلكة من بعد رجعت قلت لي بغت تخلص شي فاتورة اللي كانت بقى كتسنها فاكري دي عاونها ثم كيلسي مع الوقت مية هنا خمسين دولار هنا مئتين دولار هنا بدتك تلاحظ أنه وفين ما تقول لي شي حاجة يعطيها لحيته شوه؟ سخي هو بغي يعاونه ومعندوش مشكيل إذن عليش ما استغلوش أنا؟ بان ليها فيه الدولار المهم قرارات كيلسي أنها تعتبر طامس البقرة الحلوب ديالتها وفعلا بدت كل مرة كتطلب منه مبلغ أكثر من المرة اللي فايتها وطامس الحنين ما كيقولت الله بقعت الأمور كتزاد حتى ولات بالنسبة لي مصروف شهري يعني في العودة ما يعطيها مرة هنا ومرة هنا على حسب الاحتياجات والتي كتطلب منه واحد للمبلغ كل شهر ثم من بعد طورات الأمور الضرجة أنها بدت كتقول لي خاصني الطوموبيل ودرادي ديالي ما كنلقاش في نديهم فنجيبوا ما ديالي ويمقات كتدير طريق بولادها وبأنها كتطلب على خدمة وكذا 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 فأخرج لها الطوموبيل ميرسيديس هذه النقطة اللي أنا مفهمتهاش إلا واحد بغي يعون واحد ويخرج لي ميرسيديس كاملة وبدت يخلص ليها هو الطريقة ديالتو موبيل وهي كتفتح في الحفالات وفي الصهارات نقطة غير مفهومة ومبهمة ولكن أنا جايكم لهضرة لأنه ربما هاد الشي غتفهموه من بعد علاش على الرغم من أنه ما تذكرش في بزاف المنابر الإعلامية ولكن أنا استنتجه وكنظنت انتو ما غتستنتجه لأنه باي شي حويج لي بايني مهم من بعد دازو شي شهورة وثم كيلسي بغت تمشي تكري واحد الدار اللي أحسنته ليقوا بمقامها مني بغت تدخل تكري والناس اللي ما عارفينش هنا في أمريكا رغم ما كتقدرش تكري لما كانش عندك واحد الكريديت المزيان اللي بيه كي يشوفوك ووش كنتي كتخلص إلا كنت انت إنسان ما كتبغيش تدير الكريدي ما بغيش تاخد كريدي كارد صعيب يكريو لك ما يقولك لا ما كنعرفوش حنا السمعة ديالك مع البنوكي في دايرة المهم هاد السيداء عندها الورقة متقوبة مع البنكة فمني بغاوي كريو ليها القاوم اللي عندها نقطة سوداء قالوا لي يلا كتعيط لبا توامس وكتقول لي ألبا راها شنوكين وشنوكين وشنوكين عافاك عاونين كريدار وليداتي غايتشاردو إلى آخره توامس الجد الحنون كيعتبر ذوك الولاد بحل ولادو كيعيط اللاجونس اللي كانوا ديرين ذيك الدار في الكراه يخدم معاهم هو بالصمعة دياله بالفلوس اللي عندوه تيكري الدار تحت من الاسم دياله وكيبدأ هو يخلص لها الكراه ديال الدار بالإضافة للطريطة ديال الطموبيل أنا عارفة هنية منكم شنوكي ناس اللي غادي يقول لي أول وميمكنش ميمكنش واحد ما بينو بين هاتشي علاقة لا علاقة الدم ولا علاقة شخصية ولا تشي حاجة يبقى هاكي يخلص عليها في كل شي بحلاكة ميمكنش أنه يكون ها غادي مضرم لقال تالي ولكن الحقيقة هي أنه داره وفاته ومني كانوا كيسولوها صحاباتها وصحابها نفس السؤال ديال شنو بينك وبينة السيد اللي تيخلص عليك هذا الشي كامل كانت كتأكد ليهم باللي هو راه ما بينو بينوالو ومعمار كانت عندو شي علاقة مع بعضياتهم ولكن قلت ليهم غير أنا كنعجبوه شي وخما بغاش هي تكون معاه زعمارة كيخسر عليها الفلوس وذك شي هاد الشي اللي قلت لصحابها وصحاباتها باش تبرر العلاقة ديالتها مع توماس اللي كان كيصرف عليها بالملايين في حدود عامين ونص ما كاملاش ثلاث سنين على هاد الشي كامل دي الخردولة صرف عليها ما يعادل 300 ألف دولار يعني تقريبا واحد 300 مليون مغربية وخمزين نقولوا هاد السيدة السيدة كيبغي يدير الخير وهي القاتل يدير فيها الخير واش تبدلات؟ واش دك 300 مليون شرت بها شي حاجة ترجع عليها؟ واش دك 300 مليون دارت بها شي حاجة لدوير الزمان؟ واش دارت بها شي حاجة اللي تفيدها وتفيد ولادها؟ ووالو تخيلوا معايا ان إنسان اللي ممكن يكون رب أسره وعنده أوليدات وكيخرج كل نار مع الخمسة الصباح يدمر ويجي تل الليل ومكرفس عام كامل يقدر ميدخلش فيه 100 ألف دولار أو لمية مليون وهي إلا جيت وتشوفوا رات قريبا نجاتها واحد مية ديلة المليون في العام وهاد شي كله كان كيمشي في الحافلات وفي الصيارة وفي اللباس وفي الحياة ديلة شوفوني شنو عندي وفين أنا وش كون نكون من بعد واحد المودة هاد شي بدك يقلق جودي اللي كانت في علاقة مع الطبيب بدات كتلاحظ بأنه تمادى بزاف فبغى تجمعو شي شوية ويجي تقولي شنو هاد شي اللي كتدير فيه؟ واش انت واعي؟ واش بقي عندك عقلك كتفكر بيه؟ نقولوا حنا انتقع ما عندك ش مشكل وعندك الفلوس غاي زايدة كيني الناس واحدين اخرين محتاجين مساعدة ديالك زايدون هي تتخسر ديك شي غاي في الصهارات إلى آخره تم الدكتور بدك يوعد بدك يلاحظ بأنه فعلا فلوس غايك يضيعو وبأنها في العود ما تكون كتاخد ديك الفلوس على قبل المصلحة ديالولادة كما كانت كتقول لي كانت كتاخدهم على قبل المصلحة الشخصية ديالتها وتعيش بيوم ديك الحياة اللي كانت كتتمنى بلا ما تخدم بلا ما تضربتها معنا في الأول طوامس حشم وما قدرش يقول لي قبل لي راه شنو قال لي يا جودي وبأنني أنا كنفكر نقطع عليك الموضو وأحصى في عيشي حياتك بعدي مني تلقي مني الله يسهل عليك ولكن مع الإصرار ديال جودي واحد المرة جاء وقال لي شنو كين شنو كين شنو كين وغيقال الله وبيتش عل عليه قلت لي شوف قاسم باللغة بشيش قول ديك الجودي ديال إلا ما أبعدتش مني وما أبعدتش ليمن مصروف ديالي اللي كنناخد تخيلوا معي ولك يبلدك شي بحال ديالها بحالة بغوا يحيدوا لها حقها هذا هو المشكيل مع ابن هذا بعض المرات تقدير فيه وحد الخير مع الوقت كي يقول لي حساب لي ديك الخير اللي درتيه فيه أرى هو واجب عليك وهو خاص يأخذه قدر يخرج معك اللعيب إلا ما درتيش معه وهذا الشي اللي وقع الكيلسي قاتلي قاسم باللسا قتلة إلا ما بغتش تبعد مني وتحيد من ساحتي رغى نصفي عليها في السيد تكمش ورجع اللور وسكت وقال مع راسو أنا ما قدش على الصهد ودك شي صافي مني جا تغافل فلوس صافي دازت الأيام ثم كيلسي واحد النهار كتقرر أنها مبقتش باغة كاليفورنيا وأنها صعيب عليها توصل لأن القضية مزحنا بزاف وكان بزاف ديالشابات الماء وعالمة الشهرة ودشي بغت تمشي لاس فيغاس وتبدأ من جديد فرأيكم اش غدير ابا توماس كان خاصو يخلص جميع الإجراءات ويكري ليها دار واحدة أخرى في لاس فيغاس ويخلص لها الشركة اللي غتنقل لها الفراش ديها لو ذاك شي وفعلا دار ذاك شي بله اللي يطريه ليه ومشات هي لاس فيغاس مني مشات التمام مبقاش كتعايت لي واحد لسد سيمانات قال صافي رابدت حياتها رابدت تكالميت تتهنيت منها المهم واحد الحاجة اللي نسيت ما قلتها لكم شي هي أن البنت قبل ما تتحول لاس فيغاس فقدات الحضانة دي الواحد من ولداتها كانوا عندها جوجو أولاد داوليها وولد واحد أكيد بسبب شي تصرف أحمق شافوها دارت ولا شي حاجة المهم بقى عندها وولد واحد اللي في العمر ديالون ربع سنين ما قلت لي بللي ما قدرتش نلقى خدمة مني تحولت للاس فيغاس كما وعدتك أنك أنت بغي نبدأ الصفحة جديدة ونخدم ونطبر على راسي ولكن ارى وحلت ما عندي حتى الماكلة اللي ندخل الولدي ما يأكل الولدي ربع سنين اش غنقول لي عدي بقى تكتبكي عليه السيد أعطاها واشنو دار خلص لي هاتلت شهور دل الكرة قدام قال صافي أنا خلص لي هاتلت شهور خليها باش تقاد تطلق مني ومن بعدها نقطع لها هاد الشي حتى أنه قلص مع شي واحد من صحابه اللي جو شهده من بعد وقال لي هم باللي أنا صافي عولت نقطع لها لأنها كدابة كل مرة كتتستغلني بالطريقة وكتكذب عليها وطبعا مع هو كينسة زائد أنه سخي استغلته مزيان ولكن عاق وخاك وقال باللي غدي يمشيل عندها باش يتأكد باللي فعلا كانت مريضة ثم كتتظر معها في تليفون وكتقول لي باللي حقا راني كنت مريضة بسبب أنه السيد اللي أنا معها دابا وزعمال اللي عندي ويا علاقة كيسكن معاها في نفس الدار وكي يتعامل معا معاملة خيبة وكي يضربها وذلك شي فقال لي زي ما بلا مجيرة هو كين هنايا إلى آخيري وكي يضربني وكيتكرفس علي أنا وولدي وذلك الهضرة كاملة باش تحبسه ما يجيش السيد مو صرر توماس أنه يمشي ويتأكد من ذلك الكذوب ويتأكد باللي فعلا كتعيش يا ولدها وساكن في ذلك الدار ويمبغي يشوفاش نو كاين باش يقطع عليها المصروف نادة جودي كتحبس فيه قلت لي ويك تمشي عندك تمشيرة خطيرة مع قلتيش مني حلفت عليها وهدتني أنا بغا تقتلني قلت لي عالشي شنو غدي تدير صفت شي واحد قال لي اللي غدي يمشي أنا بنفسي طامس مشا وقطع الطيارة باش يمشي نهار واحد في شهر ثلاثة 2019 جودي عيات في قلت لي مني مبغيتيش تبقى عالأقل الديني معك قلت علي يا الطيارة مشي أنا وياك قال لي شوف يا جودي خليك انتي بعيدة من هذا الموضوع أنا وياها خاصنا نسالي ومع بعضياتنا المهم سيد مشا نهار واحد في شهر ثلاثة 2019 الدار اللي هو أصلا كاريا بسميته يعني عارفة فين كاينة صباح دي النهار سبعة في شهر ثلاثة 2019 شي واحد كيكون غدي في واحد الطريق سريع وكتبال لي واحد الطوموبيل مرسيدس خارجة في الخلاغي في الصحرة دي اللاس فيغاس ومحلولين البيبان وواقفة بوحدات مما قربش يشوف بلي ما يانتشي واحد فيها كيي هز تليفون كعاية البوليس كي يقول لي مرى القيت وحد الطوموبيل مرسيدس اللي مع عرافة شنواقع فاكي Wikus واليجاد البوليس قال لي مرى دي 거예요 بحلقة هشاء العافية في البواسة ديال القدمية ماشي ديال الشيفور والي حدا الشيفور ولكن الحمدو اللي العافية ما absentخلتش حتى للورو حرقة التموبيل كاملة من بعد شوية ذا التقلاب كيباليهم باللي الريحة خارجة من الطموبيل خانزة 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 بزاف هادا الريحة بالنسبة للبوليس معروفة نوعا ما غالبا غتكون ريحة الجيفة تاكيجيو اللور ذا الطموبيل في الكفر كيحلوه كيلقاوو حد المانطاعش فاطيش العيبات كيبدو يزورك شو تيلوحو فاكيلقاو سيد تاماس مليوح تما ميت الجسد ديالو شغا نقول لكم ما فيهش ميتشاف لدرجات انه استغناء وعلى ان الجو دي تتعرف عليه ما بغوش يحطوها في ديك الموقف ديال تشوفو كيفاش كان سيد كيبان بلي مضرب ضربات خيبين وكبارين في الراس ديالو واحد البلاصة هنية فوق من عيني محلولة حالته كلها دمايات الجسم ديالو صدرو ايديه عنقو وجهو مدقدق مدقدق كلمة مدقدق ربما اقل من بعد ما دانوا لي التشرح الطبي اكدوا ليهم اطباء باللي فعلا السبب الموت ديالو كان هو العصال ليكلا ضربة قاسحين اللي جواه في الراس وسببوا لي سكتة دماغية وطبعا ميت فهد الوقت اللي كان هضرو فيه في 2019 الدكتور توماس كان في العمر ديالو واحد وسبعين عام يعني ماشي شي واحد اللي بقي صغير ولا قوي هنا البوليس مني القاورة تعرفوا عليه بسهولة لان جودي ديجا نهار جوش في شهر ثلاثة كانت ديكلارات باللي توماس اختفى من بعد ما مبقاش يجاوبها في المساجات مبقاش يجاوب على ليزابيل ديالها عيطت البوليس وقاتليهم باللي راه توماس مشى لاس فيغاس عند خطنان اللي في الدار فلان فلانية باش يشوفوا وصرحت لهم تفاصيل كاملين ديال علاقته مع كيلسي وعليش مشى عندها ومنني مبقاش يجاوبها قاتليهم باللي انا خايفة ليكون مات لان ديكسي دا فيتاوهداتو فيتاوهداتني حتى انا ماشي بعيد انها تكون دارت هات الحالة هاتي وكذلك من الحواج الاخرين اللي سهلوا على البوليس للبحث هو الطموبيل فحد دات عارة باينة ديالتمن شافوا البلاكا عارفوا باللي طموبيل راكي نفس مية ديال كيلسي تريطاك يخلصها توماس بانت العلاقة غير هو باش تكون كيلسي اللي دارت هات دريب بات طريقة وجابتوا لد الخلاوليح وراتت شات البوليس غريبة لانه مضروب بوحد القوة كبيرة بزاف ممكنش هي بوحدها دير هاد شي كامل مهم عندها الدار هاتيك الدار منك يمشيوا لها كيلقاو راسهم عارفوها لانه ببساطة جاءوا لها نهار ثلاثة فشهر نهار ربع فشهر ونهار خمسة فشهر علش جاءوا كي قلت لكم جولي دارت رابور بالليسيد مختفي وعطتهم لادرس ديال دار فكانوا كي يجيوا ويتأكدوا باللي باخر هوا فين هوا فش يجيوا للدار كي يلقوا عادي الناس اللي ساكنين فيها عادي فينا هو فلانت يقولوا ليوم رامشا ولا ما عارسش نصافات يمشي وما بنت ليوم تشي حاجة في الدار اللي غريبة ولا متيرة اللي اهتمام الا مواد التنظيف اللي كانوا كثيرين وريحت التنظيف في الدار كثيرة البوليس اللي جاءوا في الاول باش يتطمنوا على توماس مني كي دخلوا الدار وكي يلقوا وريحت التنظيف طبيعي يعني واحد كي نقي دارو ولكن من مورا ما تلقى سيد مية نهار سبعة في الشهر هذا ضربت ليهم في عقلهم باللي راه مني جاءوا لاحظوا شي مواد التنظيف كي ينتم في الدار فبدأوا يقدرووا يركبوا الامور مع بعضياتهم رجعوا وبدأوا يستجوبوا الناس اللي كي ينتم في الدار طبعا كيلسي ما كيناش مختفية من نهار اللي كانوا كي يجيوا اول مرة هي ما كيناش ولكن ديك الدار ما كانش فيها غير كيلسي القاوب اللي كينة واحد البنت اخرى من غير كيلسي تتسكن معاها في الدار هي اللي غتعود لهم تقريبا اش نوقع ما مني بدأوا البوليس كي يسولوا يجت لعندهم بحدة برغبة منها وقالت لهم انا عندي معلومات اللي بغيت نقولهم ليكم وفعلا نقلسوا معاها وقالت لهم انا غنبدأ لكم من نهار واحد في الشهر فاش جاء توماس عندنا الدار اول ما جاء توماس في الاعتقاد دياله باللي الدار هو كاريها الكيلسي وولدها وجون جون هو العشيق ديال كيلسي من ليجا لقى باللي جون وكيلسي عندهم بيت في الفوق ثم بيت اخر شدوا الولد ديالها ثم بيت اخر ساكنة فيه انا دايانا ثم بيت اخر تحت قلس فيه جيمي يعني القابل اللي الدار كتزغوا البنادم اللي هو اصلا ما كيعرفوش وهدوك الناس كلهم كانوا ساكنين فابور ديرا في مياه خير لأنهم صحابها وكتبغيهم بغيتهم يسكنوا معها في الدار اللي كبيرة واللي كيخلصها البقرة الحلوب تامس حتى الهناوم زيان جاء توماس وقلسوا عادي على الرغم من انه تصدم نهار جوج في شهر ثلاثة كنا كوننا جالسين عادي كيضحكوا كيتفرجوا كيشربوا لاشي العيبة بحلاكة واحد اللحظة كتوصل واحد البنت اللي هي عندها علاقة مع جيمي اللي عقلته جيمي هو صديق اللي كان ساكن عندها لتحت في الدار وصلات العشيقة ديالتو اللي تهييت بارك الله ما خاصها خير في الزين ولا طاي غير شافت الدكتور توماس اللي عارفة هو البقرة الحلوب هو عينيه وما يتقرق شو عليها كتعرفوا منيكي ولي عدك الدولار هنا في عينك منيك تشوف الفلوس وقع عليها نفس الحاجة قالت اكيد هادي هي الفرصة ديالتي اللي ندور في الاهتمام ديال الدكتور توماس اللي يا انا ونستغلو حتى انا وندمنو شي حاجة كيما كتستغلو كتحلبو كيلسي فبدأت ديك البنت اللي تهيي باقع صغيرة في العمر كتحاول انها تضر معا جيحدة عارفتو كيفاش بغد تاخد الاهتمام ديالو باي طريق مني واحد اللحظة الناس اللي كانوا قالسين تما كل شي يجاعوا وقالوا حقا ما حقا غادي خصنا نجيبو شي حاجة نقرق شو بيا وحنا كنتفرجو طارحات ديك البنت اللي جات انها تمشي هي تخر سوبر مارشي وقالت لهم بشرط غندي معاها الدكتور تاماس باش نوري لاس فيغاس ونديل شي بلاي الزعمة وانتوان سنويها في الطريق ونجيبو ديك شي الخاص نجيبو ونجيبو فهاد اللحظة ويتنوض كيلسي لانها من تصبح ويقالسة وصابرة لها وساكتة وكيبال لها الخرحامية فيها البيضاء ومهضراتش معها ولكن غير قالت لها غادي نديه معايا ونجيو ويتنوض ويتقول ليها شنا هو تديها معاك ودوري لاس فيغاس صافيه وما يبدأوا المضاربة كيلسي حيحات على البنت وصديق ديالها وجرت عليهم من الدار وقالت كتغوت وطلع لها الدم وقالت لها بغي تدي ليها بنت لها باللغة تدي لها اللحمة من حدا نيفا دكتور تاماس كان في ديك اللحظة بحل ديك قطعة اللحمة اللي كتضربوا عليها المشاش المهم من بعد ما مشاو هادو كتكالمات الدنيا تاماس كان نبقى قالس مسكين تما نقال مي فواحد اللحظة هزت كيلسي التليفون دياله وبدت كتقلب ركن ضن أنا غالبا بغي تشوف واش دايجة عطاته النمر الخرى ولا عطاها ولا شي حاجة فاتفاجأت بأن الأم ديالها أم كيلسي كاتبة ليه وتاه هي كتحلب منه الفلوس وتاه هي كل مرة كتجي تقول لي حقا ما حقا خاصني هادي تبكي عليه في المساجات وكي صيفت ليها الفلوس المهم أن مني لقت الأم ديالها تايي كتدير ديك الحالة وهي تجعر مزيان عليها قاتلي أنا اللي كنتي بغي تقطع عليها وكذا وانت كتت تعطيتها الممي المهم السيدة بحالة بغيت ذاك الشي يكون لها ببحدها هو وفلوسه خاصهم يكونوا ملك دياله هي ببحدها ويصرف عليها وتعيش الحياة بالطريقة اللي بغيت وهو يسكت ويدير لي قاتلي ولا غادي تفضحه مني بدت كتهلل علي تتم وتتغوت علي ضيانة كتسمع قاتلي غادي نفضحك وغادي نشوهك وغادي نهيلك لكارير ديالك في الطيب حيث هو ما تنسوش را كان جاي باش يحط النقط على الحروف معها بغي يقطع عليها المصروف فمني هضر معها فالموضوع وقال لها بللي هادي ما هادي وشعلات والقاتل مماتي كتحلبو الى اخرى ويدت تفرق عليه ويدتقول لي بللي غادي نفضح بللي عندك علاقة مع الدراري الصغار وبأنك تستغل المهنة ديالك في طب الاطفال باش تدير ودير ودير طبعا الاعلام كيقول بللي هادي شي كله غير كدوب وهادي غي طريقة اللي كانت كتبتزوا بيها طعمت فهد اللحظة خاف ودخل البيت دي الولدها الصغير الولد الصغير اللي في عمره 4 سنين ما كانش في الدار تخيلوا مايات تعرفوا الى اي درجة الام مسؤولة ولدها عنده 4 سنين كان بيت مع شي واحدين اخرين المهم السيد سورس على راسه في البيت دي الولد ولكن في واحد اللحظة مني قوى الصداع والمشاكيل تيجي العاشق ديالها جون وكيفرق عليه الباب وكيدخل بواحد العصا ديال البيزبول وكينزل عليه الراس كيبقي يضربو للراس دايانا كتكون التحت مني كتسمع العصا والباب تفرق عصداعات كتطلع جري كتلقى السيد مسكين مكمش في القنط كله دمايات كتحاول تكالميهم كتفرقهم كتعطيه كسد الماء كتكالمي هما كيعودو يهبطو للدار التحت كتبقى معاه دايانا كتقول لي مالك هذي قليها باللي بغت خرجي على الكارير ديالي ودشي راه ماشي صحيح ولكن هو كان عارف باللي في المجال ديال درالي الصغار وخشي واحد يقول عليك شي حاجة اللي ماشي صحيحة راه ممكن تخلص تمن ديالها غالي الناس رب الصح كي نمشى وضحية غدية الإشاعات عد شي واقع صراحة ولكن شنو اللي يخلي دكتور يصبر على هذي البهدلة كاملة الصينين كاملة ما كانت قادر يزر الراس في كل مرة كانك يقول لي غنقطع الفلوس كنت كتقول لي غنشوهك ثم كيبدأ يخلص وكتزيد عليه المبالغ أكتر وأكتر واش بالصحة كانت عارفة شي حاجة عليه وشداه وكشفه وعنده الدليل أولا غير كتبت الزو صافي المهم نكمل ليكم دايانا من بعد مكان ما تسيد وعطاتوا كتد الماء كانت كتقول باللي بدأت يفقد الوعي أحيانا وكي رجع بحالك يبغي يغيب كانت كتدربوا على وجوه كتقول لي حاول تبقى معي حاول تبقى فايق هبطاتوا من الدروج دخلت للغاراج فين كانت مطاركية الطوموبيل الميرسيدس اللي عندها جوج دلبيبين دخلتوا للطوموبيل وقلصت حداو كتعيط على كيلسي ولا جون كتقول لي موحد فيكم يجي دينا لأنها مكانش كتطوق بغت تديز عمل سبيطار كتقول دايانا مني كنت قلصة أنا ويها في الطوموبيل وكنت سنو فيهم موحد فيهم يجي دينا قال ليها باللي لمشينا السبيطار غادي نقولوا باللي رغشي وحدين تعدوا علي وصرقوني ما بغيتش كيلسي تدخل في المشاكيل وطلعوا الهبط أوعت تلت الدرجة هذه بغيتي تخبي عليها ومن بعد ما دارت لك هذه الحالة كاملة ومن بعد ما تعدت علي وقدت لك هذه المبالغ كل هاد الفلوس وما زال بغيتي ما تدخلش البوليس في الموضوع وتفضل أنك تدي الضربة ديالك تتعالج وتقول لي هم تسرقت وما تقولش الحقيقة هادشي ما سحيش ليه المهم السيدة بقى تكتسنها هي وياها في الطوموبيل مدة طويلة واحد اللحظة ويا تجي كيلسي ويا تقولها شوفي نزلي من الطوموبيل سير ينقي هاداك البقعة ديالدمايات اللي بقاوا في الدروش في الحمام في البيت نتشتش الدنيا في الزربية بزفت البلايس من بعد ما تنظفي الدار أنا غادي ندي كوني هانية الدكتور ما بغاش يبط من الطوموبيل عارف باللي طريقة بغا تديرها لي باش تنزلوا ودخلوا عو تاني الدار ولدخل الدار غادي قدروا يعاودوا يتعدوا عليه بقا في الطوموبيل في دياللحظة دايانا كتقول باللي رجعت طلعت الفوق كبدت كتنظف في ديالبلاسة حتى كتسمعوا تاني صداعات فكانت عارفة باللي اكيد جون بدك يضرب فيه يعني بين الصوت بين الغوات هبطت رجعت باش تفرقهم قالت باللي ما خلات هاش كيلسي حبساتها في البب دلقاراج قدت لها رجعي نظفي هنا رضايانا كبر من جون وكبر من كيلسي ما فهمش ان كيفاش قدروا يتحكموا فاتاية به هالطريقة علاش ما عيطتش البوليس حتى هي واش غير حيت كانت عايشة في ديالدار فابور قالت ندخل سوقراسي يديروا اللي بغاو الميمنة بتنخلش الكرا ماشي سوقي المهم ان السيد قالس وسط منطو موبيل اللي عدى غاجود البيبان كتضربوا هي من هنا وكتضربوا صاحبه من هنا تعداوا عليه وسط ديالدار بجميع الطرق اللي قدروا عليها دايانا قلت لي وما دا جهد عليكم هادشي هو كله اللي شفت من بعد مني بقيت هنا الفوق دخلت لاشومبغ ديالي والتكيت والغدلي نهار ثلاثة في الشهر مني فقط نطع وثاني كملت في التنظيف اللي كنت كندير فيه ولكن مني خدوا تليفونات كيلقاوا باللي تحركات ديال تليفون ديال كيلسي كيبينو باللي نهار ثلاثة في الشهر في صباح بكري تحركات بالطوموبيل من الدار البلاسة في انتلقات الطوموبيل مليوحة فباين من بعد ما غيكونوا في الليل قتلوا بالعصى فاقوا في الصباح ودوا في الطوموبيل ولاحوا وحتى في الطموبيل واحدة من الفاطي اللي يلقاهو كان ملفوف فيها راسو ولا شي حاجة فيها خطوطة دي اللي البيض والزرق اللي قدوا بحالها الفاطي زي ما اللي كيكملوا الانسامبل في الدار عندها من بعد البوليس كما قلت لكم عجزوا أنهم يلقاوا كيلسي دخلوا الـ FBI في الموضوع الـ FBI قدروه أنهم يوصلوا لبعض المعلومات اللي كتقول بالليرة خرجات من ديك الولاية ورجعت الولاية دي الكاليفورنيا وقدرو يشدوها نهار 21 في شهر 3 2019 في هذا الوقت كانوا داجة شدو جون اللي هو عاشق ديالها واللي عاونها في ذيك المصيبة اللي دارت من لي شدوها حيدوليها الولد دياله اللي انه ملقاوها مخبية في الدار ديالشي وحد من صحابها هي وذك الوليد اللي عنده ربع سنين خداو سلوطات الدري اللي غاديمشي طبعا الملجأ وهي مني جابوها قالت ليهم زقاو 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 ممكنش تحكموني دابا أولا أنا مدرت شي حاجة ما عنديش علاقة بالموضوع ميمكنش أنني نعض الليد اللي تمدت ليا ميمكنش أنني قتل واحد اللي كان كيسترف عليه وعيش منه اللي دار هات الشي هو دايانا ودايانا هي اللي جات عند البوليس وقات ليهم لك الهضرة كلها قالوا للبوليس ميمكنش قات ليهم لا را ممكن حيتش دايانا أصلا دورت اللعبات طريقة هذي باش تبين باللي هي بريء أو نبين أنني أنا اللي فيه المشكي المهم على الرغم من أنهم بدوا المحاكمة ودايانا خدت تهمة دي المساعدة في الجريمة زي ما كأكسسوار لأنها سهلت الجريمة وتكتمات عليها في حين جون اللي كانت هو في الأول جامعه طاوي جاء عنده هيئة الدفاع دياله وقالوا لي من الأحسن أنك تعترف ذك شي اللي درتي لأنك غتقدر تاخد واحد تخفيف ثم كيجي عند البوليس فعلا وكيعترف باللي دار ودار ودار وكيحكموا عليه من بعد ما كتدوز المحاكمة دياله ما بين 18 وخمسة ورابعين عام اللي بقى لم يتم الحسم فيها هاد القضية غالبا غادي يكون فيها الإعفاء من بعد المهم هي ما قدروش يبدأوا مع هالمحاكمة بسبب أنها كانت حاملة بالولدة ولا البنت الثالثة كان خاصهم ضروري تسمنوا حتى تسالم مدة دي الحمل ديالها ثم تبدأ المحاكمة ولكن بسبب أنه تسامن الوقت مع ديال الحالة اللي كنا كنعيشوها وكل شي المحاكم كانوا مصدودين في هاد العامين اللي فاتوا فلم يتم محاكمة توافدك الوقت وكملت الحمالة ولدات بنية أول مت ولدات البنية كي ياخدوها منها كذلك السوشل سيرفوسز وكترجع هي باش تبدأ المحاكمة اللي المفروض غايت تحسم فيها في شهر 11 الفين واثنين وعشرين يعني باقي لنا تقريبا واحد الشهر قولوا شي حاجة وغادي نقدروا نشوفوا شنو الحكم النهائي اللي غادي يعطيها القضاء أكيد أنني غادي نقول لكم مشنو غادي يوقع من بعد لأنني متابعة القضية وبهذا غادي نكون وصلت لنهاية دلفيديو اللي بغيت نقول هنا يا واحد الحاجة لحتوا معايا كيفاش سيد اللي كان صابر على الظلم صابر على التعصف صابر على الفلوس اللي كيتحلبوا منه مئات آلاف دولارات واش كتظنوا أن هاد شي كله غير كرم؟ واش كتظنوا أن هاد شي كله غير سخاوة وحب في الأطفال؟ ولا كتظنوا باللي غالباً كان تشد عليه شي بلان اللي كتبتزوا بيه واللي مخلياه كيتجرجر من موراه وما قادر يدير والو وهاد البلان إلا كان حقيقي را غيكون خاطر 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 لأن السيد را دكتور كبير دوه السنين دي الخبرة سنين دي الخدمة مع الدراري الصغار الدراري اللي تيمشيوا عن طبيب نفسي را غالباً عندهم الترابات يعني كيت تعتبروا وليدات اللي محتاجين مساعدة أقصى مساعدة تيت تعتبروا وليدات اللي يقدروا ميكونوش واعيين بأشنوك يوقع عليهم وليدات اللي ميقدروش فاهمين شنوك يتقليهم مزيين باش يكون الطبيب اللي هو أكتر واحد ممكن تحس بالأمان من يتدي ليه ولادك هو كما دك شي اللي فهمتو هادي راهم وصيبة فحد ذاتها هادي راهم وصيبة صراحة أنا ملقيت ما نقول لأنني حسيت بلي على الرغم من دك الصورة الملمعة اللي كانوا يحاولوا يعطوها ليه كينا شيئنا كينا شيئنا كينا هلاش واحد اللي قاري وواعي وجاي من أسرة اللي بسعليه وعيش واحد ميكتفيش بأنه يعطي البوليس ويقوليهم هادي كتبتزني وكتقوليه وكتقوليه ويخليهم يديروا التحقيق ويتأكدوا ويخليهم يهضروا مع الأسر واحدين أخرين ويتأكدوا ويتبت البراءة دياله هلاش بقع مخبي ومسلت وبقى كيتبعها في ذاك شي كله اللي كتدير حتى وصل له هادشي اللي وصليه كنتمنى انكم تخليوا لي رأيكم كذلك في الموضوع انا غنحبس الفيديو هنا ما تنسوش نضموا لي في الانستغرام والفيسبوك فانك نقدرون نقشو مواضيع واحدين أخرين ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي والسلام عليكم